الله معكم بيخبروا عن شاب مؤمن ملتزم بالحياة المسيحية كان يشتغل بالتجارة العامة خلال الحرب أفلست شركته وأصيب بحالة من الأحباط جربوا كل المعالجين النفسيين يطلعوا من الحالة مع الأسف متوصلوا لنتيجة في واحد من المعالجين ملتزم مسيحيا نصح ويقصد أحد الأباء الروحيين أو يعرض عليه مشكلته وهيكسر الشاب قصد المرشد عرض عليه المشكلة تحاوره بالنهاية المرشد بيقول للشاب بصفتك إنسان مؤمن ممنوع تكون ضعيف لازم تتقوى بالرب يلي بيقويك ما تسمح لأي مصيبة توقعك بحالة أحباط نحن من آمن بإله أكبر من كل المصعب قدام الصعاب ممنوع تضعف إذا غلط لازم توقف وتنشي من جديد لازم تتشجع لأنه المسيحي ديانة الرجا منى ديانة الأحباط زوادي بتقلي وبتقلك كل مرة بتوقع لازم تستجمع قواك تحمل صليبك وتمشي على دروب الحياة خلينا نتطلع أبعض من الصليب نوصل لمجد القيامي هيك من انتصر على كل الصعاب والله معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر